اعلنت اللجنة المنظمة لجائزة التمييز للحكومة الالكترونية 2023 فتح ببتسجيل الجائزة في نسختها ثانية عشرة اعتبارا من يوم امس وحتى ال 31 من اغسطس الجاري وخصصت جائزة التمييز للحكومة الالكترونية 2023 لمؤسسات القطاعين العام والخاص والافراد ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم اعمالهم المشاركة عبر الموقع الالكتروني الخاص بالجائزة تماشيا مع تطلعات ورؤى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ودعما وتنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تتواصل جائزة التمييز للحكومة الالكترونية لهذا العام بنسختها الثانية عشرة هذا ودشنت جائزة التمييز للحكومة الالكترونية في عام 2008 وتعد من اهم المبادرات الوطنية في مجال تغنية المعلومات والاتصالات وتحظى باهتمام كبير من قبل العديد من الجهات الحكومية نظرا لدورها البارز في تعزيز البنية التغنية لمملكة البحرين في ظل ما تتبناه من مبادئ على مستوى تعزيز قيم المنافسة ونشر ثقافة الابتكار والتمييز بين كافة الجهات والتحفيز على تبني الحلول الرقمية والتغنية الناشئة من أجل رفع كفاءة وتعزيز جودة الخدمات والسلع التي تقدمها المؤسسات العامة والخاصة للمجتمع أثر جائزة التمييز للحكومة الإلكترونية امتد إلى تمكين المشاريع والمبادرات الوطنية الرغمية حيث تمكنت مملكة البحرين من الفوز بالعديد من الجوائز المهمة والتي عززت من مكانتها وسمعتها وقوة قطاعها في تغنية المعلومات والاتصالات محليا ودوليا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر